شهد اليوم الأول من منافسات ألعاب القوات نفسا مثيرا خلال دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات المقامة حاليا في دورة الإمارات العربية المتحدة برعاية قرينة حاكم الشرقة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشرقة لرياضة المرأة نعم وأقيم يوم أمس خمسة نهائيات في الفترة المسائية بعد المرحلة التمهيدية وجاءت البصمة البحرينية واضحة حيث نجحت فتيات البحرين في انتزاع خمس ميداليات بواقع ذهبيتان في سباقي مئة متر حواجز وعشرة ألاف متر جري وثلاث ميداليات فضية في كل من سباقي مئة متر عدو وألف متر جري ومسابقة رمي القرص ترجمة نانسي قنقر